أطلق حزب الإصلاح فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن حملة المليون توقيع لمطالبة رئيس الجمهورية بإقالة محافظ تاعز المغترب مدونا فصلا جديدا من فصول صراعه العبثي مع محافظ تاعز وخلال نحو عقد من الزمن وقف حزب الإصلاح حجر عثرة أمام المحافظين المتعاقبين على المحافظة ويؤكد مراكبون أن سيطرة حزب الإصلاح على منصب المحافظ يهدف إلى التحكم برأس السلطة التنفيذية كمدخل إلى التواغل في مؤسسات الدولة بمحافظة تاعز وأضافوا أن سيطرة الإصلاح على منصب المحافظ لا تعني ترشيح أحد أعضائه لهذا المنصب فالحزب يهوى حصد المكاسب عبر شخصيات من خارج حزبه وينفذ من خلالها أهدافه ترجمة نانسي قنقر